موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم افتتح محافظ محافظة أبيان اللوار روك نبو بكر حسين سالم ومعه مدير مديرية خنفر مازين اليوسفي ومدير تربية خنفر محمد أو محمود سبعة مبنى إدارة التربية والتعليم بمديرية خنفر بعد إعادة ترميمه وتأهيله وتأثيثه والممول من الصندوق الاجتماعي ووجه المحافظ بأهمية وضع الخطط والبرامج لمختلف الإدارات التعليمية وكذا زيادة برامج التدريب والتأهيل للمعلمين في إطار مديرية خنفر باعتبار مديرية خنفر تحوي على النصيب الأكبر من المعلمين على مستوى محافظة أبيان لافتا إلى وضع الحلول المناسبة لبعض السلبيات التي ترافق النشاط التعليمي وخصوصا عملية الغش التي للأسف ازدادت في الأونة الأخيرة في العديد من المدارس في لفتة من لفتات الود الإنساني قام محافظ محافظة أبيان لوارك نبو بكر حسين سالم بزيارة لأحد عاملين صندوق النظافة بمحافظة أبيان الذي تعرض لحادث كسر أثناء تأديته عمله الروتيني موجها مدير عام صندوق النظافة بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية وتحمل كل تكاليف العلاج على نفقة المحافظة وآلافة محافظة أبيان أن أمال النظافة نكن لهم كل التقدير والاحترام لأنهم بعملهم اليومي يحافظون على صحة ونظافة المدن من الأمراض ومن التلوث البيئي رافق المحافظ خلال زيارة مدير عام مكتب صندوق النظافة بالمحافظة منصور وادي استقبل وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي بمدينة المكلة فريق خبراء مجلس الأمن الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية برئاسة السيدة دكشيني روانتيكا وعضوية السيدة فولف كريستيان وفي اللقاء رحب وكيل أول حضر موت بفريق الخبراء الأممين قلل لهم تحيات محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواروك الفرج سالمين البحسني مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الاستقرار ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية في القيام بمهامها على أكمل وجهة في مكافحة عمليات التهريب والجريمة بمختلف أشكالها مؤكدا بأن الحلول يبغي أن تنبثق من المجتمعات وأهمية إشراكها في التسويات وإحلال السلام الذي أساسه تحقيق العدالة وقدم الشيخ بن حبريش صورة عن الأوضاع في حضر موت والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدور المجتمعي المساند لذلك معبرا عن استعداد السلطة المحلية بتقديم أوجه التسهيلات للفريق الأممي لإنجاح زيارته ومهامه على أكمل وجهه من جهتها أوضحت منسقة مجموعة الخبراء روانتيكا مهمة زيارة فريق الخبراء الدوليين إلى حضر موت التي تتعلق بعملية تحقيق السلام والأمن وتقديم المساعدة لقوات خفر السواحل وتقييم دورها وتعزيز مهامها في مكافحة التهريب والجريمة البحرية حضر اللقاء سفير بوزارة الخارجية مدير مكتب وزارة الخارجية في حضر موت سالم أحمد بلفقيه في حضر موت أيضا طلع وكيل أول حضر موت عمر بن حبريش العلي على نشاط مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان أمل للعام الجاري 2022 وتدخلاتها في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان وخلق الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية في التوعية وتوفير العلاج ورعاية المرضى واستمع بن حبريش من المدير التنفيذي للمؤسسة دكتور وليد عبدالله البطاطي إلى ما نفذته المؤسسة خلال العام الماضي من أنشطة وبرامج إضافة إلى خدمات التشخيص والعلاج الذي قدمه المركز الوطني لعراج الأورام بالمكلة لنحو أكثر من 900 حالة مرضية جديدة استقبلها خلال العام الماضي من 11 محافظة بينها 612 مريضا من حضر موت إلى جانب خدماته المجانية المتواصلة لنحو 11 ألف مريض من عموم المحافظات وشار الدكتور البطاطي إلى أن المؤسسة تدعم مركزي الأورام في سيئون وشبوة ومركز أمل دوعا بالعلاج الكيموي والبيولوجي من جانبه وأعرب وكيل أول حضر موت عن ارتياحه للجهود التي تقوم بها مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان وأنشطتها الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة مرضى السرطان مؤكدا مساندة السلطة المحلية للمؤسسة وتمكينها من مؤسرة خدماتها تجاه مرضى السرطان أشد وكيل أول وزارة الإدارة المحلية عوض مشبه بالدور الريادي والتفاعل لمؤسسة شباب عدا الواعد مع المجتمع من خلال برامجها ونشاطاتها التنموية وأكد مشبه خلال الحفلة الذي أقامته المؤسسة بمناسبة عامها الثامن للتأسيس أن الوزارة لن تألوى جهدا في دعم المؤسسة ونشاطاتها من قبل من خلال تقديم الدعم والتنسيق مع جميع الجهات لتستطيع المؤسسة تحقيق كل الأهداف بدورهم استعرضا الرئيس الفخري للمؤسسة دكتور أسامة السقاف ورئيس المؤسسة سالم عادل استعرضوا النشاطات التي تقوم بها المؤسسة والأهداف الاستراتيجية المرسومة للتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني شاكرين الدعمين والمساهمين والأياد البيضاء التي قدمت بسخاء لأبناء هذا الوطن في ختام الحفلة الذي شهد تقديم العديد من الفقرات الفنية تم تكريم الجهات الداعمة والمساهمين في نجاح النشاطات المؤسسة وقع صندوق تنمية المهارات في العاصمة المؤقتة عادا اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة تمدين شباب لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع شركاء العمل الإنساني والترموي ضمن إطار التعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية وتم توقيع الاتفاقية من قبل مدير صندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالله داغم ومن الجانب الآخر رئيس مؤسسة تمدين شباب حسين السهيلي وتضمنت الاتفاقية تنفيذ إنشاء قنوات تعاون وشراكة فاعلة نحو توحيد الطاقات وتضافر الجهود الرامية لتحقيق تنمية وطنية مستدامة وتشجيع التواصل الفعال لتبادل الخبرات والمعلومات المشتركة وتعزيز الفهم المشترك لأدوار ومهام واختصاصات كل من الطرفين في خدمة المجتمع وتدليل الصعوبات وتوفير التسهيلات اللازمة للوصول إلى الفئات والمناطق المستهدفة وأوضح الدكتور داغم بأهمية هذه الاتفاقيات التي تسهم في تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تساعد في تنفيذ برامج تدريبية مختلفة للشباب وتطور من الاستراتيجيات القائمة بين الطرفين ودعم المبادرات الرامية لمناصرة وكسب تعييد المجتمع لمختلف القضايا المجتمعية من جانبه أشهد رئيس مؤسس تمدين حسين السهيلي بالدور الكبير للذي يلعبه صندوق تنمية المهارات في تنفيذ برامج وأنشطة تستهدف الشباب في مختلف المجالات والتخصصات والتدريبية والمهنية دشنا بمحافظة تعز مشروع دعمات حياة لمرض القلب كأول مشروع يستهدف مرض القلب الذين يعانون من عدم قدرتهم على توفير قيمة العملية لغلو ثمنها في هذه الأوضاع التي تمر بها مدينة تعز من حصار ووضع إنساني صعب تفاصيل في تقرير الذي أدته السميل العائم خالد دشنت وكيلة محافظة تعز الشؤون الصحية الدكتور إيلان عبد الحق ومدير عام مكتب الصحة والسكان بتاعز الدكتور راقح الملاكي أول مشروع تتبنه جمعية الحكمة اليمانية فرعتايز بإشراف من اللقنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت مشروع دعامات الحياة ألا وهو دعامات القلب الدوائية ويستهدف عمل عمليات تسعين دعامة قلبية لعدد خمسين مريضا من مرض القلب الغير قادرين على تكاليف العمليات الباهضة في ظل الوضع الحالي وتقام هذه العملية في مستشفى العباس التخصصي بالقلب وهذا جزء من الشراكة المجتمعية مع القطاع الحكومي لصالح المواطن البسيط في هذا اليوم يتم تدشين المشروع الإنساني بعمل دعامات قلبية من تسعين إلى مئة دعامة بعدد من خمسين إلى خمسة وخمسين مريض هذا المشروع الذي يعتبر النوعي والإنساني الأول في تعز وفي مستشفى العباس الذي يعتبر من أهم المستشفيات المجهزة مثل هذه العمليات هذا العمل الخيري يتم بدعم من جمعية العالم العربي وقمعية إحياء التراث الإسلامي وبإشراف وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية هذا العمل المميز والرائع الذي سيحيي كثير من الأنفس التي كانت تقضي نحبها لعجزها لتأدية القيام بمثل هذه العمليات بسبب الظروف الاقتصادية وبسبب الحرب اليوم سعدة جدا أن ندشن شراكة إيجابية حقيقة تتمثل بدعم من الشركاء الصحيين تنفذ في القطاع الخاص في محافظة تعز مثل هذا النوع من أنواع الشراكات هو من يقصد العمل الصحي المتكامل دائما نتحدث أن القطاع الخاص والمكمل للقطاع العام ثم تأتي الشراكة من المنظمات المجتمع المدني سواء كانت منظمات دولية أو إقليمية أو محلية لتساهم في الحفاظ على مستوى الأداني القطاع الصحي أو الرقي بالقطاع الصحي كان لنا تجارب سابقة مع جمعية الحكمة في تقديم الدعم لكثير من المرافق الصحية لكثير من المجالات لكن يأتي اليوم هذا النشاط بشكل متميز آخر وهو وجود شراكة النوم نقوم بتنشيل مشروع صعري خام وهو تقديم مياد دعمة لمرضاء القلب في مستشفى العباس مقدم من جمعية الحياة التراث الإسلام لدولة الكويت والمنفذ من جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بمحافظة تعز هذا المشروع الذي يعد الأول في محافظة تعز ولم يسبق أن أقري مثل هذا المشروع في المحافظة هذا المشروع من خلاله سيتم بذل تعالى زراعة من 90 إلى 100 دعامة قلبية دوائية لمرضاء القلب لعدد من 50 إلى 55 مريضا هذا المشروع له أهمية بالغة إذ أنه يساهم في إنقاذ حياة هؤلاء المرضاء الذين قرلت لهم هذه العمليات ذات الكلفة الباهرة وهم غير قادرين على تحمل تكاليف هذه العمليات تكلفة العملية الواحدة قد تصل إلى أكثر من 500 ملايين ريال اليوم ندشن جمعية الحكمة الخيرية مشروع دعامة الحياة وهو مشروع مهم جدا لمرضى القلب في محافظة تعز المشروع هذا يخدم 50 مريض سيتم تركيب دعامة القلب مجانا بالتفاة كريمة من الداعمين في دولة الكويت الشقيقة في مشروع يعتبر الأول في تعز مشروع دعامة الحياة لمرضى القلب الذي بدأت به جمعية الحكمة اليمانية الفرعي تعز نعاين خالد قناة عدن فضائية تعز كرم مدير عام مدرية المكلة بحظر موت المهندس صالح فائز العمري موظفات متعاقدات إدارة السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلة جاء ذلك في الحفل التكريمي الذي نفذته إدارة تنمية المرأة بالمدرية بتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وأكد العمري أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وحرص السلطة المحلية بالمدرية على إلاء المرأة كل الاهتمام في جميع المجالات مشيدا بيهود الموظفات والمتعاقدات بمختلف الإدارات وبصماتهن الواضحة على كل الأقسام بدورها رحبت مدير إدارة تمية المرأة بالمدير ميساء اليزيدي بالحضور شاكرة دعم المدير العام للمديرية لدعمه للمرأة وتشجيعها وفي كلمة موظفات الإدارة تحدثت الأستاذة مريم ردماني عن سعادتها لهذه اللفتة الطيبة تعد المنابر الدينية أحد أهم الوسائل لرفع الوعي المجتمعي بمختلف الجوانب الحياة والأهميتها عند الناس فإن ما تتطرق له من قضايا تعد من المسلمات ويعتمد عليها في إيصال كافة الرسائل الجماعية التي يكون فيها صالحة العامة من المجتمع منذ قديم الأزل لعبت المساجد دورا كبيرا في توعية الناس بكافة القضايا والظاهر حيث تقوم تلك المنابر برفع مستوى الوعي لدى الجمهور من خلال الخطابة الوعضية التي تشرف على إعدادها دائرة الوعض في وزارة الأوقاف والإرشاد حيث تقف تلك الخطب عند قضية بحدداتها وتفصيلها لجمهور المصليين وتكشف مظاهر الخطر فيها وطرق تقنبها وهي طريقة مأخودة من سنر الأولين وتعتمد تلك المنابر في خطبها كل ما ينفع الناس ويقنبها من المخاطر حيث يعتبر المسجد من أهم وسائل نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع ويهتم المنبر بالجانب الصحي كراكيزة أساسية لبقاء المجتمع حيث يكشف كل الممارسات السلبية ويدعو ويحط الجميع على سلوك الممارسات الإيجابية التي تحفظ من خلالها سلامة المجتمع من ضمن تلك الدعوات التي تشجع عليها المنابر هي الحملات الوطنية التي تستهدف تحصين أبنائنا من مخاطر الأمراض القاتلة وتحط المجتمع على التفاعل معها لما فيها من مصلحة لأبنائنا في المستقبل وتحافظ على بناء جيل سليم صحيا خال من الأمراض لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة عدن في نفس السياق دعا خطب المساجد في محافظة تاعي الزولية لأمور لا تطعيم أبنائهم ضد شلال الأطفال في الجولة الثانية التي ستبدأ غدا السبت من منزل إلى منزل الجولة الثانية التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة منوهين بأنه سيتم في الحملة استهداف ستمائة وثمانية وخمسين ألف طفل من سبعة عشر مديرية من مديريات المحافظة ويشارك فيها ألفان وخمسمائة وثمانية وسبعين كادرا صحيا وأهب مكتب الصحة والسكان بجميع الإخوة المواطنين بضرورة التعاون مع الفرق الميدانية وتسهيل عملها من أجل حماية أطفالهم من الإصابة بالفيروس اختتمت في مقر صندوق الاجتماعي للتمية فر عدن أعمال الدورة التدريبية الموجهة لمهندسين والفنيين والتي استمرت لمدة خمسة أيام تلقى خلالها ثلاثة وثلاثين متدربا من محافظات عدن ولحج أبيا والضالع تلق المعايير والاجتراطات الخاصة بالحماية البيئية والاجتماعية والسلامة المهنية وتعتبر الدورة هي الثانية التي ينفذها صندوق الاجتماعي للتمية ضمن استهدافه للمقاولين والاستشاريين المجتمعيين بهدف رفع الوعي لكافة العاملين لخلق بيئة خالية من الحوادث والإصابات وفي الاختتام حث المهندس فؤاد طاهر مدير الصندوق على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة المهنية بما يحقق سلامة العاملين في مواقع العمل ولضمان خلق بيئة خالية من الحوادث والإصابات وفي ختام الدورات تم تسليم شهادة التقديرية لكافة المتدربين نظيرا ضباطهم واستعابهم لما تلقوه في الدورة دشنت مؤسس سواعد الخير الإنسانية معرض الاكسسوارات والذي تموله مؤسس صلال التنمية ضمن برنامج مهنة بين يدي بنسخته الخامسة في محافظة عدن وخلال التدشين كدى المدير التنفيذي لمؤسس سواعد الخير الإنسانية نادر عبدالقوي على أهمية مثل هذه البرامج النوعية التي تستهدف الشباب والفتيات في مختلف الأعمال المهنية وتساعدهم على إعانة أنفسهم وأسارهم من جانبه أشاد مدير البرامج والمشاريع محمد عبدالقادر أشاد بجهود مؤسسة صلال التنمية التي تعد الرائدة بين المؤسسات التي تخلق الأثر الطيب والمبارك في مجتمعنا المحلي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدوره أوضح ياسر إبراهيم ضابط قطاع التعليم لمؤسسة سواعد الخير الإنسانية أن دورة صناعة الأكسسوارات تساهم في تحويل الأسر المستهلكة والعاطلة عن العمل إلى أسر منتجة والدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام على المستوى المجتمعي وصلنا إلى نهاية الأخبار المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة